للحديث أكثر ينضم إلينا من تونس الخبير في الشؤون السياسية والستراتيجية دكتور خالد عبيد دكتور خالد أهلا وسهلا بك دائما معنا على سكاينيوز عربية دعني أبدأ معك من هذه النقاط التي اتخذتها تونس خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين الأفارقة صباح الخير فعلا هذه النقاط هي هامة جدا وتأتي في نطاق ظرفية تميزت بتنقف البعض من المصادر الخارجية وحتى الداخلية من أجل إلساق تهمة العنصرية بالدولة التونسية وبالتونسيين ولذلك رأت الدولة التونسية ضرورة إصدار هذا البيال التوضيحي أولا وثانيا من خلال بيان التوضيحي إعطاء بعض المفاهيم الأساسية في هذا المجال وأيضا تسهيل إجراءات الموجودة بالنسبة للأفارقة في تونس والأهم من كل ذلك طمأنت الدول الإفريقية التي لاحظنا أنها أصبحت تتابع بقلق شديد وعبرت عن هذا القلق وأخير والاتحاد الإفريقي تجاه ما يحدث أو ما صور على أنه يحدث في تونس إضافة إلى أن نحن رأينا كيف أن هناك تمت عملية إجلال بعض الأفارقة من تونس ورأينا كيف أن رئيس دولة إفريقية قام باقتبال هؤلاء من على مدرج الطائرة هذا دليل على أن الوضع يكاد يخرج عن السيطرة من خلال محاولة البعض تشوية سمعة تونس على المستوى الخارجي لكن أثابت على الأقل أن تونس صحيح ربما أو بالتأكيد هناك بعض الممارسات التي طالت الأخوة الأفارقة هنا في تونس هناك بعض ممارسات الاتجار بالبشر وهي محدودة وذكرتها بيان السلطة التونسية وحتى منظمات المجتمع المدني لكن أن تصبح هذه ظاهرة رسمية ومقننة وتقودها سياسة الدولة هذا أمر غير صحيح بالمرة لأن التونسيين بصفة عامة هم قبلها كل شيء يتميزون بالتسامع في هذا المجال نحن أفارقة نحن من أعطينا اسم إفريقيا إلى قارة إفريقيا باعتبار أن تونس كانت تسمى إفريقيا ومن قبلها أفريقيا والأهم من كل ذلك نحن ربما من البلدان القلائل في العالم التي أصدرت قانونا يمنع استعباد البشر ويمنع الاتجار ويمنع استعباد الرقيق يعني واستعمالهم واستعبادهم وهذا صدر في بداية في 1848 ميلادي تقريبا دعني أنتقل معك إلى النقاط التي ذكرت في هذا البيان واللقاط التي ركزت عليها تونس اليوم لعدة غايات يعني بداية لحماية المهاجرين من جهة أخرى أيضا لإضاحة أن القوانين التي فرضتها ليست عنصرية إنما محاولة للحد من هذه الظاهرة إذا ما غصنا في تفاصيل هذه النقاط إلى أي مدى ستساعد هذه الخطوات تونس على من جهة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر ومن ناحية أخرى لتنظيم وجود هؤلاء أيضا في تونس هو تونس من خلال الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس الجمهورية منذ مدة أرادت بطريقة أو بأخرى تقنين هذه الظاهرة والحد من هذه الظاهرة ظاهرة الهجرة غير النظامية إلى تونس خاصة وأن هذه الظاهرة استفحلت في بعض المناطق من تونس وكان هناك امتعاذ لدى جزء من التونسيين وهذه الإجراءات التي أصدرتها على الأقل البارحة رئيس الجمهورية غاية طمأنة المهاجرين النظاميين الموجودين في تونس وخاصة أيضا الطلبة الأفارقة وهم كثر في تونس الذين لديهم شهادة إقامة أو بصادة تحضير شهادة إقامة طمأنتهم حتى يتمكنوا من أن يبقوا يدرسون في تونس والأهم من كل ذلك أيضا إعطاء إشارة طبعا أيضا للمهاجرين غير النظاميين حتى يقوموا بتسوية وضعياتهم وإشارة أكبر من كل ذلك هي للتونسيين حتى إن هناك اندفاع للبعض لمحاولة الاعتداء بأي طريقة كانت على هؤلاء الأفارقة فأن هذا أمر مرفوظ ومدان ويقى معقبته بالقانون لأن البعض ربما فاهمة من كلام رئيس الجمهورية وكأنه تحريض منه على أن يقوموا بما يريدون القيام به بينما هذا غير صعيب المرة ولهذا حاولت رئيس الجمهورية في أكثر من بيان تصحيح هذه الوضعية وربما هنا كان ربما على رئيس الجمهورية عوضة أن تدلي بتصريحات فهمة منها ما فهمة ربما اتخذت إجراءات على الأرض دون القيام بتصريحات شفاهية ربما كان أفضل باعتبار أن الوضعية في تونس هي متشنجة هناك أطراف تريد أن تستبق هناك أطراف تريد أن تستغل الوضعية لتسجيل نقاط لفائداتها على حساب الدولة والعكس أيضا صحيح ولذلك ربما الفيس في كل هذا هو تطبيق القانون لدينا قوانين واضحة تطبق على كل الأجانب مهما كان لونهم ومهما كان مأتاهم وهذه القوانين بحاجة إلى من يطبقها وإن ثم تقصير فيرجع إلى الفترة الماضية عندما سمح وتم غض الطرف عن العديد من المهاجرين الغير النظاميين كي يدخلوا تونس دون تطبيق الإجراءات المعمولة بها في تونس من حيث القانون والذي سمح للبعث كي يحاول بطريقة أو بأخرى الاتجار بهؤلاء الأفارقة من خلال محاولة استغلالهم في مآرب تجارية أو مآرب اقتصادية وحتى مآرب أخرى أيضا يعني الفيصل في كل هذا هو القانون وهذا ما حاولت رئاسة الجمهورية والدولة التونسية التأكيد عليه أكثر من مرة شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من تونس الخبير في الشؤون السياسية والستراتيجية دكتور خالد عبيد شكرا جزيلا